خصلة الخامسة إذا ردت أن تعرف أنك من أهل الاحتواء تجنب درجة الصوت العقلاء لا يصرخون العقلاء في وقت المشكلة لا يصرخون قمة الهدوء أنا ما أتكلم عن منبر جمعة منبر الجمعة أحكامه منفردة أنا أتكلم في وقت مجلس شورى مجلس شورى مثلا العقلاء لا يصرخون نوعية الحل جزء من درجة الصوت نوعية الحل جزء من درجة الصوت ربما أنت تقول كيف نوعية الحل جزء من درجة الصوت هل تعلم أن هناك أناس صوتهم يبعث طمأنينة مجرد ما تيتكلم تعجبك نبرت صوته لا أحد يحب الصراخ ما في إنسان يحب الصراخ أبدا إن أنكر الأصوات لصوت من؟ الحمير لم يقل رغم القرود أكثر إزعاجا هذا درس لكم القرود صوته أكثر إزعاجا من الحمار لماذا ذكر الله عز وجل أنه من أنكر الأصوات؟ لماذا لم يكن القرود؟ لماذا؟ لا تقول لي أنه يرى الشيطان لا الكلب أيضا صح؟ لكن أنا أخبرك لماذا الله ذكر الحمارة ولم يذكر القرود؟ ابحث تعلم حلو البحث فكر شغل مخك ستجد عجوبة في القرآن المهم فلهذا لما تأتي لحل مشكلة لا تبادر الصراخ بصراخ عندنا مشكلة الصراخ لا يحل مشكلة يفاقن يضاعف يزعج أذن الذي قلبه مضطرب أنا عندي مشكلة أريد حلها عقلي مزعوج تزعج أذني تكلم معي بطلق